السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنبدأ مع بعض نرسم اي حاجة من خلال الماس خلينا على سبيل المثال نجي هنا فارتكشر هستعين انا ببعض الادوات اللي من ورك بلان زي ان انا ارسم مثلا رفرانس بلان هاجي هنا وابدأ ارسم رفرانس بلان بشكل دوت هنبدأ ان نديهم اسماء يعني هامل سيلكت على دوت ادي ده مثلا اسم واحد وده ادنين وده تلاتة عشان اقدر اتعرف عليهم بسهولة وانشغال اربعة وده خمسة وده هنسمي عليه هيا اسم يعني تسمي الاسم اللي انت عايزه طيب هروح هنا للماثنج وهوقول له انا عايز اعمل شو ماس باي فيو سيتنج عايز ازهر الماث او ممكن تخش في الفي في تمام وتقول له الماث اللي هنا عايزه اكتف تمام وهقول له هنا امبلس ماس امبلس ماس بتبدأ انت ترسم الماث تمام هنسميه مثلا ماس واحد هنرسم في شكل المبنى وبعد كده احنا بعد كده نصرف فيه تمام طيب انا عايز ارسم بقى حاجة على الخط دوت تمام وهاجه هنا هقول له انا عايز اعمل بس الشو انت بترسم على الجزء اللي تحت ده جزء الليفل واحد لأ انا عايز اقول له ست واقول له انا عايز اختار بش الليفل لأ ده انا عايز اختار رفا سواد وقول له اوكي بيقول لي طب انت عشان ترسم افضل حقي ترسم فيها الليفل فاشن اللي هو الاست والوست الشرق والغرب او عايز ارسم في السري دي مفيش مشكلة فاقول له طب انا عايز ارسم في الاست تمام فبيقول لي ابدأ ارسم الحاجة اللي انت عايزها كده اللي انا هرسمه هترسم على الليفل واحد فاقول له مثلا مثلا انا عايز ارسم حاجة بالشكل دوت تمام تمام طيب وبعد كده عايز ارسم حاجة بها في المستال اللي بعديه هعمل ايه هقول له هنا ست وقول له انا عايز ده في رفرونس بلان اثنين وهبدأ ارسم بشكل تاني بالطرق دي طيب عايز اتاكد بس ان هنا المس ظهر معي والحاجة التانية هدخل لنا في المستال هتأكد ان علامات الاليفيشن اللي موجودة بش ظهرة دلوقتي بس يمفروض تبقى موجودة قريب من هنا تبقى اش بعيدة اه هوا رسمها بعيدة عن الشكل بتاعنا ما فيش مشكلة طيب نرجع تاني الشكل اللي حد نرسم عليه تمام طيب برضو هقول له انا عايز ابدأ ارسم فيه رقم تلاتة اقول له اوكي وابدأ ارسم شكل اللي انا عايزه وبعد كده هقول له انا عايز ارسم فيه اربعة وهكذا دخلت بقى في السري دي هبدأ اعلم عليهم كلهم وبقول له كريت فورم كريت فورم هيبدأ يوصل بينهم فيعمل لي زي سقف كده بشكل دوت تمام؟ طبعا سقف ده فيه فيه تعرجات هو بيوصل بين الاربع او خمس اشكال اللي احنا رسمناهم بالشكل دوت اه هددر ترسم اي حاج كده زي زواح حديد الحاجات اللي هي ايه شكلها جميل دي تمام؟ طيب بعد كده انا ممكن اعمل سيليكت الجوز دوت واقول له ديفايد سيرفز انا عايز ابدأ قسمه هو بيقسمه لي بشكل كده وانت بعد كده تقدر تحكم يعني انت عايز عددهم كم؟ عايز عددهم مثلا عشرة عايز عددهم خمسة عايز اليو جريد والفي جريد تمام؟ فممكن تخلي ده مثلا خمسة خمسة فيروح اقسمهم لي خمسة شو معنى خمسة يعني رقم تلاقي معي تمام؟ ممكن ما تقولوش بقسمهم لي بالرقم قسمهم لي بالمسافة يعني كل تلاتة متر حط خط قسمه تمام؟ بالشكل دوت تمام؟ تقدر تغير الرقم من هنا تمام؟ طيب وبعد كده ممكن تختار البترن المعين دي بعض البترن الموجودة بحيس تدي شكل لحاجة اللي انت رسمها تمام؟ بس خليني اغير دي اخليها فاكس النبر خلي دي مثلا عشرة تمام؟ خلي دي بدل ما عشرة خليها آآ واحد تلاتين ودي اتنين وعشين تمام؟ حاجة بالشكل دوت اقدر اعمل الشكل دوت زي ما نعايز اقدر ادخل اعدل فيه الاشكال اعمل فاهم لي خاصة بالنوع دوت واعدل فيها زي ما نعايز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة